هذا الجهاز يحلوا مشاكل الصور ومشاكل تخزين الملفات وكثير من المشاكل التي تأتيكم في جهازاتكم الذكية دعوني أعرفكم على وسائط الناس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم فيصل السيف ونعم، كثير من مشاكل تخزين الصور تنحل عندكم اي كلاود، جوجل درايف ومشاكل الفيديوهات الكثيرة التي تتفرجون عليها ومن تقدرون فالحين أتحدث عن وسائط الناس وهي الهاردسكات الموجودة من ساينولوجي أو نستطيع أن نقول الناس التي هي Network Attached Storage سعات تخزينية مربوطة بالشبكة لحظة، أكثركم يقول لحظة لا يوجد شبكة كلكم لديكم شبكة راوتر البيت يوزع الواي فاي الذي جاء بالنت عن طريق الـ DSL أو الـ Fiber أو حتى شرائح الاتصالات والبيانات هذا الراوتر يعتبر شبكة فبكل بساطة، عندما تربطوا مع أحد هذه الوسائل ستجدوا نسخ احتياطية لصوركم مساحة الجوال لا تمتلي وأموركم في كثير من المشاكل تنحل فعرفنا الآن أنه لديكم شبكة ولازم أوضح أن هذه السعة التخزينية يمكنكم توصلون من خلالها لملفاتكم بكل أريحية ومساحاتها تكون عملاقة ضخمة الجوال لا يمكنها 8 تيرا، 16 تيرا، وأكثر حتى لو بغيتوا من كده الأمر الإضافي الثاني لو أنتم في المنزل، ستوصلوا لها الصور ولو أنتم خارج المنزل عن طريق الإنترنت، ستوصلوا لها الصور وتديروها بشكل بسيط جداً فأكثر من شخص عندكم في البيت يستطيع أن يجتمعون على ناس واحد وكل واحد خصوصيته موجودة وملفاته لا تشارك مع الثاني أبداً فالأمان مرة عالي وأضيفه لذلك، خدمات آي كلاود وغيرها لو تعطلت بدون إنترنت، لا يمكنكم أن ترى محتوىكم كل شيء لا يمكنكم توصلوا له وليس لن تنحل مشكلة النت أما هنا، لا، نسخكم في البيت توصلوا لها حتى لو لا يوجد إنترنت دعني أبسط كم حاجة، وبعدين أدخل في العميق وأخبركم كيف بالضبط المؤسسات والشركات والأفراد سيستفيدوا من الأنواع التي هنا وأيهم يختاروا طريقة التركيب للنوع من السعات التخزينية ليس مرة صعبة ويأخذ منكم إجراءات لمرة واحدة فأنتم تجيبوا السعر المناسبة تذكرها لاحقاً وتربطوها عن طريق كابل شبكة مع الراوتر نفسه مع المنافذ الأربعة الموجودة في الراوتر وليس منفذ الإنترنت وبعدها تشبكوا هذه الكابل في نفس الجهاز ومن ثم تدخلوا على أي جوال من تطبيقات نفس الأجهزة ساينالوجي أو من خلال المتصفح على نفس الدومين وهو الاسم الذي يصبح لديكم الموقع نفس الهارد اسك الذي موجود في منزلكم وتتمموا الإعدادات هذا الأمر تسويوا لمرة واحدة وأي واحد يريد أن يحصل على المزايع نفس سعات الناس بكل بساطة يحمل التطبيق ويسجل الدخول عن طريق اسم المستخدم وكلمة السر هذا أقوى تبسيط أعطيه لكم والخطوات دائماً واضحة والدعم الفني واضح والفائدة عملاقة إذا تكلمت بواقعية لأن تفتككم من شيء اسمه أصلاً سعات تخزينية خارج نطاق منزلكم توفروا فلوس بشكل مطبيعي أما التفصيل أجلني أوضح أن في هذا الفيديو أتكلم عن نسختين جديدة من ساينالوجي واحدة الصغيرة المخصصة للمحتوى والمنازل بشكل عام والثانية تعتبر ناس قوح ناس قوي Network Attached Storage فهذه كفيلة بأنها تساند المؤسسات الصغيرة والشركات الصغيرة وحتى المتوسطة بأن يكون لديهم مساحة تخزينية ضخمة من خلالها يحتفظ بنسخ احتياطية لملفاتهم ويخزنوا ملفاتهم وحتى امتداد قوي للأعمال والإمكانيات لهذه المساحة وبجيلها في الفيديو هنا لازم أذكركم أن تشتركوا في القناة وتفعلوا التنبيهات لكي يكون لديكم نفس الفيديو كمرجع ترجعوا لهما ما بغيته أو شاركوه براحتكم المهم هو المحتوى المفيد وإن شاء الله يساندكم في حياء أفضل مع التقنية دعني أوضح نقطة مهمة يجب أن نقسم الهارد اسكات كل واحد من هذه المربعات موجودة بداخله بالتأكيد أقراص HDD هذه هارد اسكات هذه هارد اسكات دعني أوضح ببساطة هنا مثلاً هذا 8 تيرا 8 تيرا 8 تيرا يعني 16 أبغى أمان أقوى أجد فقط 8 تيرا الأولى تخزن محتوي والثانية نسخة من هذا التخزين فبالتالي قدرت أقسم نفس الناس وأحصل على أمان متقدم بمستويات الشركات لأنه أعرف أنه عندي 8 تيرا ضخمة مساحة كويسة أقدر أخزن فيها محتوي وهذا المحتوى إن صار شيء على القرص الأول ثاني يكون عنده النسخة وما تضيع بإذن الله وموضوع التكسيم يسمى مصطلحاً RAID Redundant Area of Independent Discs يعني زي المساحات المهيئة للأقراص المستقلة يوجد مستويات عديدة للـ RAID أكثرها شيوعاً RAID 1 و RAID 5 كمثال مبسط لو اترضنا أنكم استخدمتم الـ RAID 1 هذا النوع يدمج هارد ديسكين مع بعض وعملية نسخ الملفات في الهارد ديسك الأول ستتكرر في الهارد ديسك الثاني بحيث لو الهارد ديسك الأول خرب البيانات نفسها الموجودة فيه ستكون موجودة في الهارد ديسك الثاني وهنا تضمنون أن بياناتكم مطضيع بإذن الله الـ RAID 5 بشكل مبسط يمكنكم من دمج أكثر من ثلاث هارد ديسكات مع بعض مع الحصول على أداء عالي في القراءة والكتابة ويوفر حماية عن تعطل أحد الأقراص أحد الأمور التي تستطيعون تعملها من أجهزة الناس هي إنشاء شبكة سحابية منزلية أو في مكان العمل لتخزين الملفات هذا الشيء يجعلكم تنسخوا ملفات أجهزتكم عليها سواء من الكمبيوتر أو من الهاتف أو من أي جهاز يمكن يتصل على الناس هذا الشيء سيغنيكم من استخدام وشراء سعات سحابية للتخزين سواء من جوجل درايف أو آي كلاود الخاص بأبل وسينالوجي لهم باع كبير في هذه المساحات أستخدمها شخصياً وموجودة عندي أنواع منها ومن غير الشركات هنا في تيك بيلز الفكرة أن سينالوجي من التطور قدروا يضبطوا نظام الـ RAID الخاص فيهم في إدارة الملفات نظام الـ SHR هو نظام RAID أوتوماتيكي لإدارة النظام وأيضاً لتخزين الملفات وإيجاد مساحات تخزينية لديرها نفس النظام SHR سيمكن المستخدمين من إدارة الـ RAID بطريقة فاعلة يجب أن يزيدوا المساحات ويقللوا المساحات فهنا فكرة لو عندكم أحد الأقراس في 8 تيرا ولم تستخدمتم المساحة الثانية مع الـ SHR يجب أن تضيفوا المساحة الثانية ليس 8 تيرا، لو أردوا 16 تيرا أموركم طيبة سيجب أن الـ SHR يدير المساحات وإن اختلفت في سعاتها لأنه في العادة مع الناس المفروض للأقراس تكون متطابقة بسعاتها التخزينية ولكن SHR من Synology ابتكروا أمر مستجد وأمر ممتاز في السعات وإدارتها دعوني نتحدث عن الجهاز الأول بشكل أدق وهو Disk Station DS 1621 Plus أكثر ما يميزه هو امتلاكه لـ 6 أدراج للهاردسكات سهلة الفتح والتركيب وبحجم إجمالي يصل إلى 108 تيرا بايت أيضاً، الجهاز يمتلك منفذين لسعات التخزين M.2 وهي الـ SSD المتقدمة في مساحة القراءة والكتابة ستكون سعة تخزينية مؤقتة مثل الكاتش تفيدكم في عمليات البوفرينج وسيكون وسيط يسرع عملية القراءة والكتابة للبيانات في الهاردسكات الموجودة في الناس يعني هذه المساحة الكبيرة لو يجلس يستخدمها أكثر من شخص مع الكاتش الموجودة عندها، هذه الذاكرة المؤقتة من الـ SSD سيكون عندهم إمكانية استخدام متوافقة بالكفاءة ما بينهم بشكل ممتاز يعني عندما تضعوا سعة تخزينية فقط للذاكرة الكاتش هنا أمر مرة رائعك الجهاز هذا يأتي بمعالج AMD Ryzen V 1500B رباعي الأنوية بتردد الـ 2.2 جيجا هرتز المعالج نفسه يعطي كفاءة سلاسة عالية في تأدية المهام الموجودة على هذا الناس الذاكرة العشوائية 4 جيجا من نوع DDR4 قابلة للترقية بسهولة حتى 32 جيجا الجهاز من ناحة المنافذ يمتلك منفذين USB 3.2 بالإضافة لمنفذ USB 3.2 في الجهة الأمامية هذا المنافذ لتسهل عليكم نقل الـ USB لها السعة الكبيرة فنعرف عندكم هاردسك خارجي 200 ميجا أو شيء مثل ذلك بكل بساطة، اشبكوه على الجهة الأمامية؟ دخلوا على البرنامج وانسخوا المحتوى هنا بنسخة احتياطية واحدوا كل الملفات الكثيرة التي لديكم وضعوها في مكان واحد وأيضاً منفذين E-SATA وأيضاً أربع منافذ نتورك بسرعة 1 جيجا بايت مع إمكانية تركيب كرت اللان الخارجي بسرعة 10 جيجا بيت في الثانية كرت اللان الخارجي يمكن أشياء متقدمة في قراءة وكتابة الملفات يمكنكم استخدام هذه الناس في تحرير الفيديوهات يعني يكون لديكم سرعة عالية من منفذ النتورك الذي سيكون مفروض أنه Cat 6 10 جيجا بيت في الثانية ستجدون أن يكون نفس الناس هو الهاردسك الذي يتحرر منه الملفات ولكن الإعدادات متقدمة، يجب أن تكون الكفاءة ممتازة الجهاز يدعم 6 هاردسكات والهاردسكات التي استخدمتها هي من نفس الساينالوجي وهو الـ HAT 5300 يتميز هذه النوع من تحمل الضغط العالي ومخصصة للعمل على مدار 24 ساعة سبع أيام في الأسبوع وهو الهاردسكات مختبرة تحت الضغط على أجهزة الساينالوجي وكانت تعمل بثبات وكفاءة عالية وتم استخدام 6 هاردسكات بسعة 8 تيرابايت لكل واحد فيهم والحجم الإجمالي هنا 48 تيرابايت بالإضافة إلى سعتين NVMe سعة كل واحدة 400 جيجا بايت وهي من ساينالوجي سيستخدم في عملية البوفرينج التي سبق وتكلمت عليها وهذا النوع مهيئ للعمل في كافة الظروف حتى 24 ساعة سبع أيام في الأسبوع يعني 48 تيراب يكون عندي مساحة هنا في الشركة إضافية هذا أمر ممتاز يفك علي أزمة من ناحية السعات التخزينية الكثيرة التي نطلبها من تخزين الملفات والفيديوهات التي نصورها والشباب الذين يمنتجون أمر ممتاز والكاش سيجعله بسرعة القراءة والكتابة فلا ستجدون خسوف في الاستخدام مع الضغط العالي بالعكس ستجدون الاستخدام متوازي حتى مع الضغط هنا أذكر مرة أخرى أن من المتصفح من الكمبيوتر أو من الهاتف اذهب إلى موقع find.synology.com وعلى طوله تبدأوا الإعدادات البسيطة على نفس الناس حتى لو حملتوا التطبيق المهم أن الجهاز يكون موصل بالشبكة وطبعاً ديسك ستيشن هذا يدعم نظام التشغيلي ديسك ستيشن مانيجر حالياً النظام في الإصدار السادس ولكن ثبتنا النسخة التجريبية للإصدار السابع وفيه تحسن كبير موجود مقارنة بالإصدار السابق ولكن أفضل أن تنتظروا نسخة رسمية لتفادي إذا كان هناك أي مشاكل في النسخة التجريبية النظام بسيط وسهل في الاستخدام ستقدروا من خلاله تعرفوا حالة الناس ويبين لكم لو هناك مشكلة في أحد الأقراس أيضاً النظام يوفر متجر اسمه Package Center من خلال المتجر تقدروا تثبتوا التطبيقات مثل Plex, Synology Photo وغيرها من التطبيقات المتنوعة تطبيقات لكاميرات CCTV الموجودة لنسخة احتياطية وسحابة منزلية تطبيقات على أساس أن تصفوا نسخ ضخمة للكلاودات أن تصفوا ملفات بأشياء كثيرة أشياء كثيرة لأن تقرأوا التفاصيل وتقولوا أستطيع أن أفعل ذلك؟ ويمديكم تثبتوا التطبيقات بشكل يدوي لتعملوا تحميل الملفات أو التطبيق من أحد المواقع وتأتي للنظام وتثبتوها ونظام التشغيل يوفر File Station من خلاله يمكنكم إدارة الملفات وتنظيمها مع إمكانية نسخة الملفات الموجودة في جهازكم أيضاً يوجد لوحة تحكم تقدم بحر من الخيارات والإمكانيات مثل إمكانية تحديد والصلاحيات التي يستطيعونها المستخدمين في الملفات أو حتى إمكانية ربط الناس بالكويك كينكت من Synology بحيث تستخدموا السيرفر في أي وقت من على أي جهاز طالما أن الناس متصل بالشبكة يعني يبديكم نفس الناس يصبح سيرفر والسيرفر سيمكن بعض الاستخدامات البسيطة، وليس للمتوسطة وعندكم نفس الخصائص السيرفرات موجودة في الموقع المتقدم منه شيكوا عليه قبل أن تتخذوا قرار لإنشاء سيرفر ولكن أمور مبسطة من السيرفرات قدرت أن يكون لدي بليكس كامل في المنزل وأشارك البليكس مع شخص ثاني موجود في المنزل من نفس الرابطه وأموري في المكتبة ممتازة ملفاتي تمام، وهو تشارك مكتبتي بكامل الكفاءة النظام أيضاً يدعم تطبيق Synology Photos من خلاله ستقدروا تضبط ونسخ احتياطية للصور الملتقطة بجوالكم بشكل دوري تخيلوا الآن، أخذ صورة تلقائياً هذه الصورة التي حصلت في الألبوم سيستطيع أنها جديدة فهيخزنها عندك كنسخة احتياطية وهناك إعدادات متقدمة تجعل النسخة التي لديكم في جوالكم خفيفة والأساسية الضخمة هي هذه الأمر من Synology Photos وطبعاً للتوضيح، يجب أن تثبتوا التطبيق على جوالكم سواء كان آي او اس أو أندرويد ومن خلاله ستقدروا توصلوا الهاتف بالنس سعر ديسك ستيشن دي اس 1621 بلس حوالي 799 دولار وأمامكم العملات المختلفة على الشاشة سعر هارد ديسك الواحد حق السس دي 149 دولار وهذه لسعة 400 جيجا والهارد ديسكات سيناولوجي الاتش اي تي 5300 نتكلم على الثمانية تيرا تقريباً ب250 دولار وباقي العملات موجودة أمامكم المزايا سهل التركيب يمكنكم من إنشاء سعة تخزينية سحابية خاصة فيكم توصلوا لها بسهولة ويغنيكم هذا الموضوع عن مساحات الجوجل ومساحات الآيتونز إذا تممتوا الإعدادات صح أيضاً النظام التشغيلي بحر وتقدروا تعمل أشياء كثيرة عليه الأشياء التي تمنيتها تكون أفضل تمنيت أن المنفذ 10 جيجا بيت في الثانية يكون جاي مع نفس الجهاز ولكن هذا الأمر يجب أن تشترونه منفصل وأيضاً كون أن النظام التجريبي السابع نقدر نقول النسخة السابعة منه تجريبي فأتمنى أنه يوصل بشكل سريع في النسخة النهائية ويمكن أن ترى هذا الفيديو وكان أصبح متوفر دعونا ننتقل إلى الأخ الأصغر وهو ديسك ستيشن دي اس 220 بلس هذا الجهاز يعتبر أصغر بكثير من الأول ويعتبر خفيف الوزن وموجه أكثر شيء للاستخدام المنزلي الجهاز يأتي بدرجين للهاردسكات وبحجم يصل إلى 108 تيرابايت ولكن يريد لكم هاردسكات توصل لهذه السعة التخزينية الضخمة فأنا أرى المساحة الكويسة هنا 8.8 تيرابا أمورنا كويسة الجهاز يأتي بمعالج Intel Celeron J4025 وهو ثنائي النواة وتردد يصل إلى 2.9 جيجا هرتز لماذا المعالجات مطلوبة في هذه الأجهزة؟ لأنها تدير نسخ الملفات والمستخدمين وبالتالي يجب أن يكون هناك معالج في هذه الأجهزة من ناحية الذاكرة العشوائية فهي 2 جيجا بايت من نوع DDR4 ومن ناحية المنافذ فهو يمتلك منفذين لان بسرعة 1 جيجا بيت في الثانية منفذ USB 3.2 جيل الأول وباقي المنافذ أمامكم على الشاشة الجهاز يدعم نظام التشغيل لديسك ستيشن مانجر وتكلمت عنه في هذا الفيديو أيضاً نفس النظام يدعم تطبيقات عديدة مثل الأوديو ستيشن الذي يرتب لكم ملفاتكم الصوتية ويبثها أيضاً في الكروم كاست تطبيق مومنتس والذي يرتب صوركم بشكل ذكي من خلال الذكاء الإصطناعي وأيضاً تطبيق الفيديو ستيشن الذي ينظم المحتوى المرئي الخاص فيكم ويبثه على جوالكم أو كمبيوتركم لديكم البليكس الذي يمكنكم انشاءه في منازلكم ليس الهدف من البليكس والذي أنا عن نفسي مستفيد منه بشكل كبير هو أن يكون عندي مثل نتفليكس ولكن لا ينزلي فأعرف أن البليكس مع اشتراكاتهم المتقدمة أستطيع أن أصل على قنوات وأشياء إضافية ولكن بدون اشتراكات، ما يريدكم تفعله؟ ملفاتكم وفيديوهاتكم والمسلسلات والأفلام التي تنسخوها على هذه المساحة التخزينية وبالتالي يصبح مثل نتفليكس بالبيت وبالتالي يمكن أن ترى المسلسلات والأشياء وهو نفسه يدير جلب كفرات الصور والتفاصيل للمسلسلات والممثلين وكل شيء فبليكس بصراحة نعمة لمحبين المحتوى والذي يرغبون بالاستقلالية في وجود محتوىهم بدون الحاجة للإنترنت جهاز DS-220 Plus هو بـ 299 دولار أي تقريبا ١١٢١ ريال وأمامكم العملات الأخرى المميزات هو أن تصميمه رائق لا يأخذ مساحة كبيرة تضعه جنب الراوتر وأيضاً أنه إعداده بصراحة سهل لو تبعته الخطوات خطوة بخطوة وما أنسى أنه يعطيكم مساحة ضخمة للتخزين مع استثماركم أفضل من أن نعتمد على تيرا بيت مثلاً مع آي كلاود هنا تجدون أن هناك ثمانية تيرا أفضل بكثير من ناحية التوفير لكن للأسف هذا النوع لا يدعم NVMe من ناحية المساحات التخزينية الإضافية لكي تساعد في الكاش وتكون أفضل في البوفرينج وما يجيب منفذ 10 جيكا بيت في الثانية ولا يمديكم تركبوا كرت 10 جيكا بيت في الثانية فهو ممتاز ومناسب للاستخدام المنزلي بكل كفاءة بإذن الله مع تقييم احتياجاتكم NAS مساحة تخزينية مرتبطة بالشبكة تساندكم في شبكاتكم المنزلية سواء مستخدم أو عشر مستخدمين أو أكثر الفكرة أن ملفاتكم عندكم وعند غيركم هذا الأمر من أكبر الأشياء التي ستستفيدون منها مع نفس الأنواع الناس هذه ونهاية الفيديو وكل فيديو أضع لكم الروابط والمراجع في وصف هذا الفيديو أتمنى بإذن الله الله يفاع بنا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك أتوب إليك أراكم على خير بإذن واحد أحل ترجمة نانسي قنقر